الثالث من أركان الإسلام إيتاء الزكاة موزح أن نكون حقاً على ما قال الله سبحانه وتعالى لؤتونا الزكاة كيف نكو؟ نرى تؤخذ ذاكاء من أموال معينة محددة في الشرع بالمقدار معين في زمن معين إلى أصناف معينين أصناف الثمانية أهل الزكاة لا نعطي أحد الزكاة تنقسم إلى قسمين فرض ونفل زكاة الفرض تنقسم إلى قسمين زكاة بدن هو ما ندفع في يوم العيد الفطر بعد صيام رمضان هذه زكاة بدن الثاني زكاة مال الأموال تجف فيها الزكاة أربعة الأول الذهاب الفضل العملة الورقية ريال، درهم، دينار، يورو الثاني، الإبل والبقر والغنم إذا كانت ترعى أكثر الحول أو كل الحول ولا أشتري لها طعام لا أشتري لها علف الثاني، 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 الخارج من الأرض الحبوب والثمار الحبوب مثل قامح، روز، شعير والثمار مثل التمر هذا فيها الزكاة معرفة هذا الخضار والفاكة ليس فيها الزكاة. لكن بصمت وضعه على الهدف وضعه على الهدف وضعه على المهتمام فهذا يجب أن تكون هذا الفعل بطريقة